السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي أحبة بحلقات جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح انتابعها حياكم الله مشاهدي أحبة زحامات وقطوعات توقف المركبات لساعات تكاد أن تقطع الطرق عنه ونقاط التبتيج داخل مدن وأحياء العاصمة بغداد التي كانت تعاني أو يعاني منها المواطن لا سيما سيطرة الجادرية اللي يشار إلها ويضرب بها المثل في توقف المركبات والزحام اللي تصنعه وضياع الساعات من المواطنين والطلاب تحديدا والأساتد اليوم وكأن بغداد بحلة جديدة دون عوائق ودون يعني أي سيطرات اللي تشهدها هذه اليوم ما شهدناهم الرفع لنقاط التفتيش وإلى الآن كمراحل أولى تم فتح الأنفاق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في هذه الحالة نتحدث عن منجزات الحكومة وفتح الطريق أمام سير المركبات بصورة صحيحة وسليمة أيضا في ملفنا الآخر نجاح مدينة البصرة الفيحاء في تنظيم بطولة كأس الخليج الكروية وتقديمها بالشكل الأكثر تميزاً بين نسخها المقدمة وهذا يدعم قطعاً مبادرات رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية باستضافة المباريات والأحداث الرياضية في مقبل السنوات فهو خطوة متقدمة نحو إعادة العراق إلى الخارطة العالمية لإحتضان هكذا فعاليات هذه الملفات رح نناقشها ويضوفنا الكرام في هذه الحلقة مشاهدي الأحبة تتفضل من بقاويانا ومتابعتنا يعزو المتخصصون أن سبب الزحامات في شوارع المدينة الرئيسة ومنها الشوارع الفرعية أيضاً إلى عدم صيانة الشوارع وإعادة تأهيلها بالتالي تسبب الحفريات والحوادث كذلك أيضاً السبب الآخر يعزوه إلى كثرة غلق الطرق بالسيطرات والصبات وهناك أسباب أخرى أيضاً لكن هذين السببين هما السببان البارزان وضعت الحكومة نصب أعينها حل مشكلة الزحامات ومعالجتها من حيث إكساء هذه الشوارع التي بحاجة إلى تأهيل ورفع الصبات وفتح الأنفاق حتى في المنطقة الخضراء نتابع التقرير اللي عادت أن الزميل أنه الشمر وبعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام بعض المداخل في مدن بغداد تخلع الزي العسكري لسيطرات كانت مرابطة على الطرق لتتحول من شوارع مزدحمة خانقة إلى طريق سالك لمرور المركبات دون عرقين في خطوة جاءت بعض توجيهات حكومية برفع السيطرات حيث ابتدأ التنفيذ برفع سيطرة الجادرية وجسر الطابقين ومن ثم سيطرة المرور في طابشي كمرحلة أولية لتأتي بقية أحياء العاصمة تباعاً وفقاً للأسبقيات وكذلك بالنسبة للأنفاق التي تم فتحها اليوم داخل المنطقة الخضراء المحصنة والطرق المؤدية لها لتوفير سيابية المرور أمام المواطنين هذه المداخل التي شهدت انغلاقاً تاماً ما يقارب أكثر من 19 عاماً فمعضلة الزحامات المرورية تحت مراقبة ومتابعة حكومة الخدمات التي وضعت هذا الملف ضمن برنامجها الحكومي لتبدأ بتنفيذه الآن فالمواطن يأن لساعات يقضيها في زحامات الشارع وما يترتب عليها من تأخير في مواعيد العمل لكن تنفيذ الخطط المرورية ورفع نقاط التفتيش أشهد بها المواطنون لما يقلل من معاناتهم اليومية فالخطوات المرحلية التي تقوم بها حكومة الخدمة الوطنية من إكساء الشوارع ضمن حملة الجهد الهندسي والخدمي الذي يقلل بدوره من وجود الحفر والمطبات وكذلك رفع السيطرات تختصر على المواطن ساعات الانتظار وتجنبه الحوادث وبالتالي ازدياد طاقة الاستيعابية للمركبات وإنهاء عقدة الزحامات المزمنة نهي شمري الأيام الفضائية حياكم الله مجدد المشاهد يا الأحبة أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عدنان مظلوم القبير في مجال الطرق والجسور حياك الله دكتور ضيفا كريما وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد العقيد نصير عبدالستار الضابط في قسم العلاقات والإعلان في دائرة المرور العامة حياك الله سيات العقيد أبدأ مع حضرتك دكتور عدنان نتحدث عن الطرق والجسور والأنفاق التي كاد بعضها أن يكون منذ أيام السقوط الأولى تم غلق بعض الأنفاق ولم تفتح سوى اليوم ولكن أيضا نشيد بحكومة سيد عدل عبد المهدي عندما فتحت الكثير من المنافذ في المنطقة الخضراء دخول وخروج ولكن في حكومة الكاظم أيضا تم غلقها بحجة التظافرات والإجراءات الأمنية حيوية المنطقة الخضراء دخولنا نبدأ منها دكتور عدنان وهمية هذه التقاطعات والأنفاق في تصريف الزحامات المرورية في جانبي الكرك والرصافة أهلا وسهلا أرحب بكم شكرا جزيلا على استضافة شكرا لتلفزيو على أيام وتحياتي لكم ولكافة المشاهدين الحقيقة المنطقة الخضراء أهميتها لأنه تقع في قلب بغداد وكل الطرق تؤدي إلى حتى الحلقية الحلق برقم واحد اللي هو أهم طريق هو يمر في قلب المنطقة الخضراء والبادرة اليوم اللي صارت بفتح التقاطعات الحقيقة يعني لا توجد أنفاق هي تقاطعات تذهب إلى نفق الزيتون أنا شفيت اليوم بعض التقاطعات مفتوحة مو كل التقاطعات المطلوب فتح كل التقاطعات وفتح كل الشوارع الرئيسية يعني هذا اللي نطلبها حتى يعني مثلاً شهر 14 لموز امتدادة إلى إلى الجسر المعلق هو يجب أن يكون مفتوح هذا دائماً وكذلك كل تقاطعات نفق الزيتون نفتح هذا دكتور نفتح شهر 14 تموز نفتح ونأخذ رأيي سيد العقيد حياة كلامة جدداً عقيد نصير محمد بحضرتك اليوم فتح الأنفاق أنا بصفة شخصية يوم يعني راودني الفضول من الصباح عبرت على الزيتون وطلعت قبال والنفق مفتوح ومن ناكع على جهة السفارة والأمور سالكة يعني بصراحة ما كان هذا الطريق أنه أحد ما شي قبل يعني من نذكر من السقوط لحد الآن أيضاً 17 تموز كان مفتوح ذهاب وإياب يعني بس ما عرف على الباجات أو لا ما شفت الباجات لا كان مفتوح حصلاً السايد الثاني فتح هذه الطرق ونتحدث حين اليوم عن زحامات مرورية عانى معانى المواطن الطلاب غيرهم ففك الاختناقات المرورية خصوصاً في موضوعات المنطق الخضراء بعدين نذهب إلى مناطق الخضراء طبعاً تحية جنابكم وجمهوركم الكريم وضيفك العزيز حياة تنفيذاً الأمر الديواني المرقم 178 لسنة 2021 تم المصادقة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم المتضمن تكليف أو القيام قيادة عاملات بغداد بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارة الداخلية مديرية المرور العامة برفع السيطرات الأمنية ورفع التجاوزات على الطريق خدمة للصالح العام منطقة الخضراء طبعاً يعني طرق حيوية تساعد على فك الزخم المروري اللي حاصل في بغداد أكيد هي طبعاً يعني كبادرة أولية تم رفع جميع القطوعات اللي في المنطقة وأعتقد المنطقة الخضراء شبه يعني ماكو بيها مشكلة في الطرق أو غلق طرق يعني عندك من التقاطع الدمشق باتجاه المعلق وطريق الفارس العربي أيضاً نفق الزيتون باتجاه الحارثية والمنصور والمطار بالنسبة للسيطرات الأمنية أيضاً رفع التجاوزات على الطرق طبعاً شكلت لجنتين بالأمر الديواني اللي هي معالجة الاختناقات المرورية المكلفة من قبل مجلس الوزراء أعتقد هذا الإجراء جداً صحيح وخفف أأكيد راح يخفف من الزخم اللي حاصل في العاصمة الحديبة بغداد نعم دكتور عدنان أيضاً نتحدث عن أسباب الزحامات الكثيرة بصراحة الطرق الفرعية والداخلية يعني تأثيثها وصيانتها أصبح أمر شبه معدوم بالتالي هناك حملات بدأت لتطوير وأكساء هذه الشوارع هذا الموضوع أيضاً يفيدنا بيفك الاختناقات فتح حتى الشوارع الفرعية بل حتى الفروع الفرعية اللي كانت مغلقة بصبات فتحها أيضاً أسهم واليوم أيضاً شهدنا أو رفع السيطرات عن جسر الجادرية هذه السيطرة اللي يعني حرنج سوينا بها حتى الشاشة العملاقة اللي يخلوها حتى المواطن اللي يضوج من يعبر هذا اليوم الحمد لله هذه انفتحت يعني خلي خلنتحدث عن هذه الاستراتيجيات اللي ما خلينا حل ما طرحنا مثل ما تفضلت حضرتك حتى النقل النهري هم طرحنا لجامعة بغداد وبالتالي نتأمل أنه برفع هذه السيطرات راح يكون أكون تسهيل لحركة المرور كيف تنظر إلى هذه الإجراءات طبعا فاتنا أنا راح بالزميل العقيد يعني زميلي في كل ندوة راح بشدة والحقيقة إجراء رفع السيطرات هو بشكل عام نحن على طول اللح على هذا الموضوع كل السيطرات يعني يجب أن ترفع يعني إجراء جدا سليم والحقيقة القطوعات في الطرق أو الأنفاق اللي سميتوها أنفاق يعني يعني مو بس هذه وإنما توجد بعض الجهات ما أخذها نص الطريق يعني حطها جدار الأمني بنص الطريق بنص الشارع يعني متعدي على الشارع ومسبب يعني مضايقة الموضوع ما لدي اللي دا تقول عليه شوارع كثير بعد من الشوارع الفرعية وأكو شوارع مهمة جدا يعني مهمة بالكامل يعني بعدها مو كل طرق يعني إحنا بالإجراء هسه جدا سليم ما الموضوع ذول الفرقة الجهد الهندس اللي سووها حقيقة يعني أنا بكرة عندي موعد وياهم إن شاء الله اليوم خابروني وطلبوني باتر بالوحدة همنا يريدون ملاحظات ويريدون فالتغلات يعني جهد حقيقة يحتاج تحتاج بغداد إلى جهد وسبب ليس الشوارع فقط وإنما عدد السيارات عدد السيارات يعني بداية 2003 هن مليون سيارة في العراق في العراق في بغداد 400 ألف سيارة هسا في بغداد 4 ملايين سيارة فقط في بغداد بالعراق في 100 ملايين أو أكثر فالموضوع فتحتاج يعني إلى جهد ضخم القضاء على على الازدحام لا يمكن لازم نقبل الازدحام هذا في كل مدن العالم دكتور حتى لا يضوج منك أصحاب المعارض السيارات يعني هو الأبر بتقليل عدد السيارات لا أنا لا أدعو إلى تقليل عدد السيارات وإنما زيادة الشوارع نعم طرق الحلقية 300 كيلوغية وفروعها هذا اللي هو تنفذ هذه هي ترفع نص الازدحام نعم السيارة العقيد يعني نتحدث عن الإجراءات الكثيرة بصراحة هي أثقلة كاهل مديرية المرور العامة منها أسلوب الفردي والزوجي منها الانتشار انتشار جال المرور في التقاطعات والزحامات لتسهيل حركة سير المركبات ولكن هي المشكلة بنيوية وجود سيطرات وجود شوارع غير مؤهلة وبالإضافة إلى ازدياد عدد السيارات اليوم هذه الإجراءات راح تسهل عمل رجال المرور أكيد أي إجراء تتخذ هذه الدوار أو المؤسسات اللي هي علاقة بالموضوع أكيد هو راح يكون علي نتائج إيجابية على الزخم المروري طبعا فقط حتى بالتنوه يعني أنه وسيطرات نطلوب رفعها حتى يكون واضحا للمواطن الكريم عندك سيطرة بغداد جديدة اللي هي سيطرة الشهد أسعد وأكو سيطرة الجسر العاشة مقابل القراج الأمانة نعم وأيضا أكو سيطرة المهندسين مقابل وزارة النقل وسيطرة الشركة اللي هي من جسر الربيعي باتجاه الكرادة أيضا هذه السيطرات راح ترفع عن قريب طبعا يعني الدوائر المعنية اللي هي أموانة بغداد قيادة عملية بغداد طرق والجسور أكيد هو أي إنجاز أو أي عمل راح يصب في نجاح هذه الخطة مديرية المرورة العامة قدمت مقترحات مستقبلية إن شاء الله راح تكون وضحها وتكون نتائجها إيجابية على الزخم المروري إن شاء الله تأخذ بهاي المقترحات وتطبق يعني مقترحات مستقبلية أنا مقدر أتحدث عنها أسه حتى مسب المشاكل وصير عليها أمور أخرى تنبني عليها حقيقة يعني أي مبادرة ومبادرة هاي اللي هي رفع السيطرات ورفع التجاوزات طبعا مديرية المرورة العامة يعني بالفترة اللي ليس البعيدة أكثر من أسبوعين باشرت بحملة لحاسبة المخالفين اللي هم يعني يشكلون سبب كبير في الزخم المروري مثلا وقوف الممنوع الوقوف الممنوع أيضا هذا يسبب تلك ويسبب عندنا زخم مروري بخصوص السايد الثاني أو حتى من المناطق التجارية ما يسمح بيها السايد السايد واحد لأن هي منطقة تجارية وحركة مركبات فما يسمح حتى بوقوف السايد الواحد أيضا الوقوف المائل هذا حتى يكون واضح بمواطننا الكريم أيضا هو ممنوع أيضا بالتنسيق مع أمانة بغداد برفع التجاوزات على الطريق اللي هي الباع المتجولين أيضا أصحاب المحالة التجارية يستغلون الطريق ويسببون يعني ضيق بالطريق ويسببون أيضا تلك وزخم مروري يعني إذن أكو إجراءات ليست متعلقة بمديرة المرور العامة فقط وإنما حتى أمانة بغداد جهات ساندة أخرى ونعول أيضا على ثقافة المواطن من ضمن هذه الجهات دكتور أنه التخطيط العمراني لمدينة بغداد للمحافظات الطرق الحلقي اللي تفضلت به حضرتك وأيضا بعض الإسعافات للشوارع والتقاطعات إذا كان هناك تشهيد مجسرات أو أنفاق لكن نحن هم عندنا تجربة سيئة بهذا الموضوع أنه لحد الآن أكو مشاريع هي قيد الإنجاز لم تنجز فبالتالي نقدر نقترح اقتراحات جديدة إنشاء أنفاق جسور أو مجسرات عفوا حتى ننطي جانب عمراني لمدينة بغداد من جهة وفك لهذه الاختناقات من جهة أخرى تكون حلول نعم مثل ما قلت لك يعني بغداد مقرر لها تصميما يعني تصميميا أربع طرق حلقية والشبكة اللي تربط هذه الطرق مجموعة أطوالها بحدود 300 كيلو هذه هسا الحقيقة أكو حركة جدية عليها يعني حسب ما ده المس وده شهرك يعني في بعض الاجتماعات هاي طرق الحلق بغداد تحتاج بعد ست جسور ستة جسور حسابا أنا حاسبها بالطبط تحتاج بيها يعني هما السنة على أساس يعني 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 يعلنون ستة قاطعات أو سبعة ويسوها مجسرات أنا حاسب بالتقاطعات اللي يجب أن تكون لها مجسرات 43 واربعين تقاطع في بعض فهذا جهد كبير جدا بس هو يراد حركة لأنه خطوة مثل ما يقول الألف ميل تبدأ بخطوة يجب أن يكون هناك عمل بعض وأقوي إجراءات ما تحتاج صرف فلوس يعني هسا إحنا ليش ما نفكر مثلا نسوي تباين في دوام الوزارات يبدون من السبعة للتسعة يعني ثلاث أقسام يصيرون هسا إحنا كل الدولة داهم بثمانية وتطلع بثلاثة وبثمانية تعال شوف الازدحام أو قبل ثمانية من السبعة للثمانية وتعال شوف الازدحام من ثلاثة للأربعة يعني كل الدولة تروح مرة وحدة وتطلع مرة وحدة نقدر نسوي نسوي هذا الحل دكتور هذا جزء من الحل الونوي الاتجاه الواحد في بعض الشوارع يزيد كفاءة الشارع بنسبة لا تقل عن 25% والباركنج وهذا معمول به دوليا هذا ليس من عندنا دا نجيبها فيه كل دول العالم معمول به ويعني كذلك مثلا تحديد يعني هسا يعني الشاحنة بنص النسدحة بنص هذه وتفتر فيه بغداد لوري قلاب أو شاحنة يعني احنا بالسبعينات بالالثمانية والسبعين ماكو شاحنة تدخل بغداد يعني قبل الستة بالنهار ما يسمحولها أن تتجول فيه بغداد لأن هذا تسبب زخم وتسبب ازدحامات تسبب حوادث يعني عندها الليل الليل فارغة ويروح يتجول بكيفة ويود البضاعة مالتها بكيفة وهكذا كثير من الإجراءات الحقيقة إجراءات يعني ما تحتاج الصرف وما تحتاج جهد المجسرات وهذه تحتاج مدة وتحتاج فلوس بعض التحويرات على كثير من التقاطعات يعني احنا اجتماع تاني الحقيقة قبل يوم انهوية الأمانة واقترحنا راضي كثير من الشغلات اللي هي يرى تقاطع وتقاطع تطلع لجنب التقاطع هذا شنو الإجراءات اللي السهل للحركة المرور والأمانة وإحنا إذا يريدونا خبر وياهم هماكم يعني يسوون إجراءات يعني إجراءات تتخفف من الازدحامات طيب المشكلة سيادة العقيد حتى المشكلة البسيطة راح تجر إلى مشكلة كبيرة خلينا نضرم مثل بالازدحامات في بغداد ودخول الشاحنات في هذه المناطق بيسبب ازدحام النوبة خلقت لنا مشكلة أخرى في صلاحية الشوارع نشوف أنه صارت سواقي بالشارع غير مؤهل لسير المركبات الصغيرة وهذا الموضوع أيضا من تابعناه متابعة إعلامية نسأل المرور نقول يأخذون ضريبة ويأخذون أجور تقولون للمال ينوديها نسأل المالية تقول هاي الموضوع على الطرق والجسور نسأل الطرق والجسور تقولون الأمانة بغداد وبالتالي هذه الأخطاء البسيطة بدأت تتفاقم وتستفحل حلها شنو؟ صحيح هو جنابك شخصت المشكلة وين؟ يعني هاي الانتكالية وذب اللوم على دائرة إلى دائرة أخرى أكيد هو بالنتيجة الأخيرة أنه مديرة المرور هي صيرة يعني مصد لهذه المشاكل طبعا إحنا إذا ما تتكاتف هاي الدوائر والمؤسسات المعنية الذات العلاقة بعمل المرور أكيد ما رح ينجح أي عمل فإحنا مثل ما جنابك يعني عرفت أنه مثلا هاي القرارات التطلع يعني واللي تنفذ واللي هاي الدوائر المعنية بمعالجة الاختناقات المرورية هي سبب الرئيسي يعني مثل ما شخصت الطرق وتعبيد الطرق وفتح شوارع وفتح مجسرات وأنفاق وطرق سريعة هاي هي أساس أو أسو المشكلة اللي إحنا دعنا نعاني من عندها وبحصة المديرية المرور بالمخترحات والدوائر المعنية أنه ساعدنا بهذا المجال طبعا هاي طبعا هي الدوائر المعنية هذه يعني إذا من تكاتفة طبعا هسا أكو يعني بعد ما الأمر الديواني صدر وشكلت لجنتين لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد تفعل الأمور وعملت جميع الدوائر وتوجهت لهذا إن شاء الله يعني بالأيام القادمة أكو انفراج لهذه الأزمة يعني توقع لهذا الموضوع يعني دكتور هنا أيضا نتحدث عن نرجع لما يعني تم تنفيذه هذا اليوم حتى نركز على هذه الإجراءات اللي ربما يعتبرها المواطن بسيطة لكن لها أثر عظيم وإحنا مرات عندنا هاي سوداوية أنه سوتنا الحكومة لا هي اليوم لما يكون فتح لهذه السيطرات أو رفع للسيطرات فتح للطرق المغلقة يعني تخطيط لسير المركبات بشكل صحيح رح نتحدث اليوم عن أداء رفع كفاءة الموظف رفع كفاءة الطالب اللي يوصل مكان عمل بوقت مناسب ووقت محدد وبدون هذا الضغط النفسي من الزحامات نعم الحقيقة هي الآثر يعني 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 كذا مرة نشر معلن أنه أول شيء هو رفع السيطرات كافة السيطرات وفتح كافة الشوارع والجسور ما كلها شارع مغلق شارع فرعي أو رئيسي وكذلك عدم تضييقها يعني تضييقها وغلقها هذا طبعا يتأثر يعني تساهم خلي نقول تساهم في فك اللحام أو الفوضى المرورية والحقيقة التزام الناس بالنظام المروري أيضا ضعيف جدا يعني هسا نص والماطورات خلينا نسميه اللي يمشي ويحمل بكيفة ويمشي بكيفة يمشي يسر يمنى ما يعني هذولا يعني كارثة يعني ما 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 عليهم سيطرة وين ما تمشي تحير يعني ظل تتلفت وحوادث ثم النوب هاي جوان هاي الموضوع الدليفيري الدليفيري خوف يريد يوصل عين الطيار يريد طيار يطير يعني احنا ما نريد قطع رزق العالم بس خلي اجتزم بالنظام بالاتجاه وبالنبس الأمين نعم كأنه شاء الحالة طارئة مو هي على توصيل بألف دينار عفيا يوالله عبالك اسعاف راح يجيب مريض وهم لسلامتهم اولا فهذه يعني الناس تساهم ايضا الله يكون فيعون المرور الله يكون فيعون بس بموجب القانون بموجب الثاني بالأربعة شوارع المشي بكيفه يمشي يسرع يمنى المرور هم داخوا بهم الأربعة شوارع مدى يسيطر عليها اللي هي شبر يعني الناس ما تباوع غير كل واحد يباوع على مصلحتها مع الأسف الشديد يعني ما يباوع على مصلحت الآخرين ما يضح على مصلحت الآخرين يعني يتجول بالسيارة بدون مراتي لغرض أن يتجول يعني سيارة حاجة لغرض أداء عمل وليس لغرض أن تفتر بالشوارع فندعو الناس أنه شوية يعني مثل ما يقول الداري نفسها والداري صحتها والداري الأمور اللي تنجم من الفوضى المرورية دكتور كون ندعو النسوان تطبخ شوية وتأوفي كلها ديليفاري هسا كلها ديليفاري عقيد نصير نتحدث اليوم عن الاستجابة السريعة من قبل الجهات المعنية في فتح هذه الشوارع المغلقة ونتحدث أيضا عن المنطقة الخضراء اللي كمرحلة أولى يكون فتحها خلال ساعات معينة ومن الممكن أن تمدد هذه الساعات شنو تطينه في هذا المجال طبعا الوقت من الخامسة صباحا إلى السابع مساء كمرحلة أولية أيضا فقط السيارات الخصوصي يكون دخول المركبات السيارة الخصوصي يعني ما مشمول الحمل أيضا لا الحمل ولا الأجرة لا الحمل قصدي يعني الصالون نقصد به الأجرة والخصوص أنا كمشاهدة اليوم شفت من جهة نفق الزيتون الأجرة ما يدخل يرجع هل سمع ربعا هل أكو بيه توجيه أو لا هذا التوجيه يعني إحنا استلمنا يعني أنه سيارات الصالون المركبات الصالون دخولها بدون باجات نعم هذا التوجيه إن شاء الله يعني حتى رح يكون فتح طريق المشات أيضا يعني إن شاء الله بالأيام القريبة القادمة أكيد أكو إنجازات وأكو أكو شيء ملموس على أرض الواقع حسب ما يعني وصلت وأكو ما يعني لجان مختصة بهذا الشيء بالأمر الديواني وجاي التابع الحال عن كفب والتنسيق مع الدوار المعنية اللي هي أمانة مغداد ووزارة الداخلية المتمثلة بمديرية المرورة العامة نعم ونشكرك شكرا جزيلا سيد العقيد نصير عبدالستار الضابط في قسم الإعلام والعلاقات في دائرة المرور العامة أثريت الحوار وشكرا جزيلا لهذه الإطراعات والمعلومات وشكر كثير لحضرتك ضيفا كريمك في الأستوديو الدكتور عدنان مظلوم الخبير في مجال الطرق والجسور حدثتنا بهذه الصراحة والأرياحية شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفواصل نتابع ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا ورحب بضيفي الكريمين في هذا الملف الرياضي الكابتن خلف كريم المحلل الرياضي احنا بك كابتن ضيفا كريما حياك الله حياك الله تحياتي لك وإلى الجمهوري اللي تابع هذا البرنامج لك كل التحايا الأستاذ حمزي القريشي الزميل والصحفي الرياضي حياك الله حمزي ضيفا كريما أبدأ مع حضرتك كابتن نتحدث عن هذا العرس الخليجي الرسائل والاتجاهات اللي راح يحققها في نجاح الافتتاح ونتأمل أنه نجاح المباريات وكل هذا العرس الكام ينجح إن شاء الله شون الاتجاهات اللي يحقق على مستوى دول المنطقة ودول العالم كلها اللي راح يوصلها العراق والله يا أستاذنا العزيز إذا تكلمنا على بطولة الخليج أول شي نتكلم على مفردتين المفردة التنظيمية والمسألة الفنية وتأثيراتها على مستقبل الكرة العراقية هذا اللي يحنا نقوله والرسائل كثيرة اللي وصلت من خلال تنظيم حفل الافتتاح يمكن إحنا عندنا تركة ثقيلة يعني 43 سنة ما نظمنا بطولات مثل ما أيام زمان كنا نظم وكنا رواد يعني رائدين في هذا المجال في مجال التنظيم غابت عن يعني كثير من الكوادر التنظيمية يمكن قسم من أتم راحوا إلى رحمة الله وقسمة قاعدة اليوم بعد معاناة جديدة كبيرة جدا أنه بطولة الخليج تقام عندنا أو لا تقام وهذا السؤال كان يطرح وكانت الشكوك كبيرة أنه ما راح تقام بالعراق بالنتيجة قيمة هذه البطولة أنا أقول في ظرف قياسي يعني ربما إحنا كثير من عندنا من المشاءات مو على أتم الوجه أنه مية بالمية هي مكتملة لكن أكو جهود بذلة من الاتحاد من وزارة الشباب من محافظة البصرة بقيادة المحافظ وكثير وخاصة ناس أهل البصرة اللي اللي أظهروا أنا بتصوري وجه مشرف المن لطبيعة الإنسان العراقي اللي أنه تعرف أهل البصرة أهل طيبة وأهل أخلاق وأهل كرم هذه الأمور قطت رسالة المن كل من من إجي سواء جماهير أو وفود إجوا وزاروا البصرة وشافوا الحياة اللي موجودة بالبصرة كانوا إجوا كان في بالهم تصور الآن هما طلعوا بتصور مختلف الرسالة راح تروح اللي تنقل إلى شعوبهم من خلال المشاهدات وحتى من خلال البرامج الرياضية اللي ينتابحها يعني في دبي في أبوظبي في الكويت أهل أكو أمور جداً إيجابية عن البطولة يقول لك لا العراق العراق لا العراق وشعب العراق يستعقون أكثر من هذا ربما إحنا ماخدين فكرة والفكرة اللي اللي يطبحها الإعلام في بانة هي مو صحيحة وعليه العراق يستحق أكثر من هذا العالم مبهروا بالملاعب اللي موجودة هذا جانب مبهروا بالبصرة والبصرة أنا على طول عندي ما أقوله إذا إحنا كنا مسلمين وما نريد أن نتوجه للصلاة تكون قبلتنا الكعبة أيام زمان أقول قبل الفقر يعني قبل البترول قبل النفط وما يكتشف في منطقة الخليج كانت البصرة هي القبلة المل لأهل الخليج من ناحية التجارة من ناحية الثقافة والدراسة حتى الترفيه العالم كانت تجي للبصرة لأنه البصرة كانت هي مركز يعني يمكن الأخوة المشاهدين أريد أطيهم معلومة جدا يمكن أكو كثير من الفنادق بالعالم مشهورة رماده إن هوليدي إن لو يدرون إنه كانت عندنا سنة 1932 عندنا فندق بالبصرة اسمه هوليدي إن في حين كان العالم في سبات اليوم اليوم أنا أقول قيام هذه البطولة على أرض البصرة لا راح يعيد البصرة كما كانت بجهود الناس الطيبين هذا جانب الجانب الثاني مثلا من ندعي إحنا عندنا رسائل أخرى رسائل للجانب الخليجي رسائل للجانب الحربي ورسالة للاتحاد الاسيوي ورسالة للاتحاد الدولي هذه بطولة قمناها في جنوب العراق أنا أقول إحنا عندنا أربع مناطق بالعراق وكل منطق كل هاي الأربع مناطق بإمكانها أن تقيم بطولة بحذ ذاتها وراح أجي بها وحدة وحدة الجنوبية عندنا ملعب الميناء وملعب البصرة جنع النخلة وإذا جينا لمنطقة الفرات الأوسط عندنا من أرقى الملاعب اللي هي ملعب النجف وملعب كربلا إذا جينا لبغداد ملعب المدينة ملعب الشعب ملعب الزورة إذا رحنا الشمال العراق رح نشوف ملعب أربين ملعب زاخو ملعب تهوك إذن الآن هاي الرسالة دا نوصلها ألمين لكل العالم ترى إحنا من حيث من حيث بالدول العربية ربما نجي وراء قطر من ناحية الملاعب الرائعة جدا والملاعب الكبيرة اللي ممكن أن تقام بهذه البطولة وهذا رح يعتقد أنه هذا تفضل خلينا نشرك الكابتن حمزة القريشي صاد حمزة لما يتفضل الكابتن خلف كريم بكل هذه البناء التحتية خلل نسميها اللوجستيات والحضارة وهذا الموروث الشعبي والحضاري والفكري وحتى الرياضي نتحد بالإضافة إلى اللوجستيات والبناء التحتية النجاح اللي راح يحقق العراق بعد أن حقق حفل الافتتاح والمباريات اللي بلشت من الممكن راح يختصر المسافات في رفع الدوائر المفروضة على الملاعب العراقية تحية لك أخوي أحمد وتحية لضيفك الكريم لك لكل ده وسعيد جدا أن يكون سوى اليوم صديقي وحبيبي ومشتاقل جدا حبيب أبو علي طبعا إحنا كان من المفترض من حقنا أن ننظم بطولة الخريج قبل أكثر من مناسبة يعني أخوة بطولات وعدون بها الأخوان لكنه لم تتم تتحقق هناك أسباب خارجية وهناك أسباب داخلية الأسباب الداخلية لا أريد أن نتحدث عن الأسباب الخارجية لكن الأسباب الداخلية هي التقاطعات بين المؤسسات الرياضية سوى كان على مستوى الحكومة أو المنظمة المدنية وحتى على مستوى أعلى مستوى في الدولة الآن هذه التقاطعات بهذه المرحلة كل هذابت لأنه الموضوع في دعم من أعلى مستويات الحكومة برئاسة السيد السوداني فبالتالي الأمور سهلت من خلال التهيئات والدعم المادي واللوجيستي للبطولة ولم يدخل جهدا جهدا في سبيل دعم هذه المطولة ناهك عن الحكومة المركزية بالبصرة وما قامت به من تفاصيل وأيضا اتحاد الكرة وسعية وعلاقاته مع الأخوان بالخليجة بأتبار أنه عدنان درجال هو قريب عليهم ودعم لهذا الرجل قد يعني حتى وإن كان دعم لعدنان درجال لكن بالتالي والمحاصر النهائي هو من صالح العراق هذا بالنسبة لقيمة الموضوع القيمة التي انطلقت بها بطولة خليجي 25 أما الأمور الثانية حتى بالشيء يذكر أنه الدعم المادي هو من جعل هذا الاحتفال يعني بهذه القيمة أنه لا خوف ولا وجل بعد خلص هنا نجيب جركة عالمية تنقل وتفتتح الملعب وتفتتح البطولة ونجحته أيضا قبلها كان الملعب الميناء بتسارع وإن كان هناك بعض النواقص المهم الحكومة والاتحاد مشوا أو ساروا في خط واحد من أجل انطلاق هذه البطولة الشيء الآخر والجميل هو أنه عندما نستضيف بطولة أو نستضيف شخصية أو نستضيف مؤتمر سياسي كالقمة أو البابا وكالخليجي أرى أعمار بالمحيط فبالتالي أيضا يعود بالمنفع للشعاد فنتمنى أن كل المناطق تستضيف مطولات حتى تتعمر بهذا الطريقة مثل ما شاهدنا شوارع البصرة ونتمنى أن يجيها ما يحلو لأن يستحقون أهل البصرة لأنهم هم الدعم الأول هل راح يكون هذا الموضوع سيد حمزة مقدمة لرفع الحظر الجزء عن الملاعب العراقية ما دام أننا نمتلك كل هذه الوسائل هذا الأمر يعني لا أريد أن أجزم أنه ممكن لكنه قناعة الأخوان الخليجيين أنت لازم تفرق أحمد تفرق بين الشعوب الخليجية والحكومات أو أصحاب القرار الخليجي الشعوب الخليجية محبة للعراق ولشعب العراق هذا ما شفنا بالمواقع التواصل الاجتماعي فلا تعتمد على هذا الموضوع لأن القرارات ما يبقى القوانين الحكومات مو قوانين وإنما يبقى هما القناعة بالوضع وبالسياسة العراقية فبالتالي الشعوب محبة للشعب العراقي لكن السياسات البلدان هي من شحنت وغيرت وبعدت هذه الشعوب لأن كلنا نسب وأهل وناس وعشائر كلها مرتبطة ببعض سواء كانت في الخليج عايش أو بغداد عايش أو يعني الأسماء متشابهة كلها نفس الأسماء والعشائر فالشعوب هي محبة أما القرارات اللي تحدثت عنها فتتبع إلى كثير من الأجندات وهذا ما حصل في الفترات السابقة والمناسبات السابقة فلا نعول كثيراً لكنه يجب على الحكومة وعلى التحاد الكرة يجب أن يستفيد من هذه القضية من أجل المضي بقضية أكبر وهي رفع الحذر ومثل ما قال الأخوي الكابتن أبو يوسف كابتن خلف ملاعبنا ومدننا العزيزة وهي الاستطافة بطولات كبرى عندما توزع في النجف الأشرف وفي كربلة المقدسة وفي الشمال الحبيب وفي البصرة وفي الميسان أيضاً هناك ملعب أولمبي عندما توزع الفرق ممكن أن تستضيف كاس آسيا تقدر مدام نجحت بطولة بمحافلة واحدة ثلاث محافظات ممكن أن تستضيف بطولة آسيا خمس محافظات فبالتالي هي خطوة جيدة لإعلان عن هويتنا الرياضية الاستطافية التي فقدناها من زمان لأسباب تخبطات النظام السابق وتقاطعات الوضع الحالي ومزاجات السياسيين فبالتالي خطوة جيدة للانطلاق إلى الأمام ويجب أن نستفيد منها بالكثير من الأمور كابتن هنا نتحدث أيضاً عن هذا الخليجي وهذه البطولة بطولة الخليجي الجمهور العراقية أيضاً مطالب بإنجاح هذه البطولة لربما أكثر من تشجيع أو كون الجمهور العراقية ومعنى بتشجيع المنتخب العراقي لا خلي نطلع من هذه الصورة النمطية دور الجمهور اليوم يعول عليه كثيراً يعني نجاح البطولة راح يفتح الباب أمام رفع الحظر كلياً عن العراق واستضافة بطولات أخرى نوهة حضرتك ونوهة الكابتن حمزة لازم نخلي هذا الهدف أمام أعيننا والتحقيق الهدف الرياضي بصراحة اليوم على مستوى دولي أيضاً راح يفك كثير من الأزمات حتى السياسية ربما صحيح أنا أقول لك الجمهور العراقي جمهور متعطش متعطش أن يشاهد المنتخب العراقي يلعب على أرضه لأننا وإحنا ظلنا فترة طويلة حتى مصعدنا كيس العالم 86 وإحنا نلعب خارج أرضنا اليوم الملعب الملعب امتلى ب 65 ألف متفرج ولو كان سعة الملعب أكثر من 120 كان ممكن همين ملي إذن شوف مدى هذا التعطش لمشاهدة المنتخب الوطني المنتخب الوطني اليوم مطالب الجماهير طالب المنتخب الوطني بتحقيق نتيجة إيجابية بقدر ما إحنا حققنا شيء إيجابي بالجانب التنظيمي محتاجين أن نحقق شيء إيجابي للكرة العراقية على لقاء يعني نفوز بالبطولة أو نوصل إلى المباراة النهاية وإن شاء الله نوصل للمباراة النهاية الجانب الأهم من هذا هالبطولات الخليج التي تقام طبعا إحنا قيمة عدنا بسنة التسعة وسبعين وصار عدنا ترك ثلاثة واربعين سنة نعم كل ما تكون البطولة في بلد ما يعني اليوم مثلا اللي تابع الافتتاح أو أول مباراة للفريق العراقي لو إجينا على صاية عدد نفوس العراق اللي أربعين مليون يمكن اللي شاهدوها يمكن جوزفة خمسة وثلاثين مليون شاهدوا كم منعتهم دولة أعمارهم يمارسون كرة قدم اللي هي خل نقول خل نبدأ من الأعمار 15 سنة لغاية 25 كم من هؤلاء رح يتأثر إيجابا بكرة القدم يكون محب لكرة القدم أو يمارس كرة القدم ورح ننزل مول 15 سنة ننزل لعشر سنوات نبني على هاي الأجيال ناس موهوبين للمستقبل احنا على مدى السنين ما كانت تصير عندنا بطولة ولهذا أبناني ما شاهدوا إقامة بطولة على أرض العراق فانعكسها سلبا وسبب تأخر كرة العراقية يمكن راح يشاركني لأخ أبو علي كابتن حمزة إنه هذا سبب التأخر لأنه هاي ناحية سلبية اليوم من تقام بطولة كأس عالم في دولة الدولة ترتقي بإمكانيات البنية التحتية بالمكانة الاقتصادية التنظيم الحدايا كل شيء تبدو المدينة تسو إلى جانب ذلك أكو شعب شعب اللي قيمت به البطولة كأس العالم شعب راح يمحب لكرة القدم كابتن وين يكمن إنه يعني كابتن حمزة أوضح إنه القرار يجوز هي ضغط دول بالنسبة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية لما امتلكنا كل هاي المكانيات شنو الاشكالات اللي بقت عندنا أنا أعتقد أنا باعتقادي إنه ماكو اشكالات اليوم من ينجي رئيس الاتحاد الفيدي ويشاهد يشاهد هاي الملاعب اللي موجودة بالبصرة هي مدينة وبها هالملعب وهاي الامكانيات الكبيرة البنية التحتية الكبيرة اللي موجودة هو بعد ما عنده عذر يعني أنا أقول هو راح يكون إلى تأثير إيجابي على أصحاب القرار في دول الخليج اليوم دول الخليج قالوا خلاص إحنا نلعب بالعراق العراق آمن والبصرة آمنة ما عندنا مشكلة إذا جينا للعراق نلعب يبقى قرار من قرار الاتحاد الدولي أنا باعتقادي مثل ما أنت تفضلت سألت هذا السؤال للكات الحمزة إنه هاي البطولة راح ترفع عنا الحرار أنا باعتقادي بنسبة كبيرة جدا تبقى مسألة مسألة القرار السياسي اللي عنده عنده رؤساء وهي مو هي هي مو مسألة فقط دول الخليج إحنا باشر مثلا تصفيات آسيا وريد نلعب على الأرض هذا الأهم هي مو فقط بطولة الخليج بالنسبة إنها مهمة بالنسبة إنها تصفيات كيس العالم تصفيات آسيا يعني من نلعب نلعب ذهاب وإياب هذه إحنا مفتقدين ولهذا مجي وحضوره للبطولة أنا باعتقادي هو راح يطلع بانطباع ويكون الطباع مؤثر إيجابا في صالح العراق لربع الحضر عن الكرة العراق طيب كابت الحمزة اليوم تحدث أيضا عن هذا الافتتاح وهذه البطولة بصورة عامة وشفنا أكو بعض الجهات بدأت تروج للسلبيات تمعن النظر بهاي السلبيات وتحاول تكبرها الإعلام قدر ما أكو إعلام كان إلى دور إيجابي جدا وإعلاميين بارزين كان لهم دور إيجابي ولكن أيضا هناك إعلاميين بدأوا يركزون على جوانب سلبية اليوم عندنا رسالة تصالية يجب أن تصل إلى المتلقي المحلي والعربي بل وحتى صانع القرار الدولي وهذا ما نركز عنه حتى لا بعدين تلزم علينا أنه بعض الزلات اللي هي قد صاحب كثير من البطولات كثير من الحالات اللي يصير بالعالم يعني أولا خلنا نحدد الإعلامين المحليين ولا الإعلامين الخليجين اللي تحدثوا عن السلبيات حتى له على موقع التواصل الاجتماعي حسن مو شرط ولكن يعني هو يعني الهجمة تقريبا من بعض الإعلام الخليجي نعم وهذا يعني هو إعلامي ومن حقا أن يتحدث لأنه يحاول أن يبرز بطريقة بطريقة ويبحث عن الثغرات والخروقات كي يصنع له اسم أو يصنع له قضية فهذه هو ما ممكن أن نلومه إذا كان أكو خطأ وإذا كان أكو ثغرة لكن الإعلام العراقي عندما يشعر بتعب وبقيمة هذا الحدث ما نصبه لهذا الحدث مستقبلا أعتقد سيراجع نفسه أكثر من مرة من أجل أن يتحدث عن الخروقات الخروقات كثيرة موجودة الخروقات تنظيمية خارج رواق الملعب وهذا الموضوع يعني تحدثنا به وهو ليس ليس يعني تقليلا من قيمة التعب أو الجهد يعني خروقات ضمن حدود المسموح بها لأنه في كل البطولات والملاعب يعني ما شفنا أكو بطولة أو كأس عالم أنه ما كان بهذه الخروقات لا سيد أحمد لا احنا صراحة احنا نحتاج إلى الكثير نحتاج كثير لكي ننظم يعني القضية قضية التذاكر فيها خروقات الطرق فيها خروقات الطرق يعني أنت من تجي من يجي واحد مثلا رئيس الاتحاد أو رئيس الأولمبية من دولة ضيفة وأيضا من فنان يحيل الافتتاح من يدخل نص ساعة هو بالازدحام وما يوصل أعتقد هذا مو صحيح كان مفروض أنه يعني مو صعب أنه يدخل خاص وخطأ مثلا ما يسمى من خط العسكري من أجل الوصول من السيابية حتى أنفانتينيو أيضا تأخر من وراء الازدحام وهذا أيضا ما ينتبع صحيح أنه مو جاي يعني كما يقول فنطلع أخطاء البطلة والله صح فالاتتاح بفخامة رغم أنه الافتتاح هو مدفوع الثمن لكن في فخامة وقيمة إخوان بقطر استفادوا من هذا الموضوع بأكثر مناسبة وقدروا أن يستفدوه من شركات عالمية وكذا لكن فالموضوع يجب أن يكون بأفق أوسع القضية مو بس ملعب قضية مو بس صعادات القضية قضية وصول الملعب الثالفنادق ممتازة الناس هم الورقة الرابحة الجمهور البصر الورقة الرابحة بالبطولة أيضا هناك قضية بالبطولة اللي هي الشركة الناقلة يعني هذه الشركة الناقلة يجب أن نرفع لها القبعات باعتبار أنه كل كوادرها عراقية وتعمل باحترافية واستطاعت ولم تعمل على الفار سابقا استطاعت أن تدخل إلى منظومة الفار رغم أنها مؤجرة من الخارج لكنه استطاعت أن تكون ملمة الماما كاملا بهذه المنظومة ويعملون المستحيل الليلة ونهارة من أجل وصول الصورة التي توازي الصورة العالمية ونجحوا بذلك أشكر شكرا جزيلا الكابتن حمز القريشي الصحفي الرياضي أثريت الحوار في هذا الملف وشكر كثير لحضرتك الكابتن خلف كريم المحلل الرياضي شكرا جزيلا لنظمكم معي ضيوف الكرام ضيوفنا أكارم في الستوديو وشكر لكم أيضا المشاهدة أحب على حسب المتابعة في أمان الله